السلام عليكم اخوت اليوم انا جيت نظر في واحد الموضوع اللي حتى هو دارني ودارني بزاف المهم انا ما غنطولش عليكم انا غنختم في كل شي قضايا المو الشمع وقضايا الشاب وهات شي كامل اللي انا كنعيشه اليوم في خاطرة زجلية كنت كتبتها انا جحال هذه بحكم انا كنكتب مهي الدنيا تخلع كلمة العار تشالي في زماني ولا الباطل حق والحق باطل يا ناس يا حضار وش من زمان هذا اللي سبح الراجل فيه مصيوق ناسي لعبادة كلمة العار تشالي في زماني ولا الباطل حق والحق باطل ولا الباطل حق والحق باطل الناس انست رجلات لحت المحفى والجلابة فين هم الحياة فين هم الرجال من النساء ونسى من الرجال أشهد الدنيا فيها العباد تاهت كل يلغي بالغاه ولا تبلادي الفضيحة مفخارة ولا والمسلمين في كل بلاد إرهاب فيهم ترتاكب مجزارة كلمة العارت شاليف زماني ولا الباطل حق والحق باطل ما يدوم حال دوام الحال من المحال يا ناس يا حضار فين هو زماننا فين هو زماني وزمانكم وزمان النبيل عدنان زمان الأيام الزينة أيام الحق مسموع والظلم مقموع والراجل الراجل بحل رجالة بحل جبال عالية في اللي يمزينا أيام نخوف الرجال وننسى ياك زماننا هذا زمان العلم والحضارة سامحوني صبح زمان الفساد والدعارة كلمة العارت شاليف زماني ولا الباطل حق والحق باطل صبح التجارة طاغية وما بقى مكان للإنسانية زماننا هذا زمان الأرقام والقروش زمان المحسوبية زمان هاك وارا اللعبة ما فيها حزارة كلمة العارت شاليف زماني ولا الباطل حق والحق باطل الأخوت من هاد شي كامل نحن اليوم شعب واحد متحد خاصنا نكونوا متحدين في الكلمة دياننا خاصنا نكونوا متحدين باش نساهموا في اندماج لكل في هاد المشامعة علاش نقصيوا بعضياتنا أنا اليوم جيت باش نهضار مع الشعب مع بعضياته حيث مني درت أنا اللعيف ديالي لول مني درت اللعيف ديالي لول ما يقولون لي الناس كل تفرش في البداية ومن قلت لهم شيء يحز في خاطري من قلت لهم شيء يحز في خاطري أصبح الزواج كالحج لمن يستطع إليه سبيلة دخلوا عندي الناس ويقول لي و كيف تزوجي هذا الليف؟ و قلت لكم لا لا انا لا اقدرت على المشاكل و هدرت على الغلاء المعيشي الذي لا تجعل الشاب المغرب يتزوج و يبعد من الضعارة هذا ليس جعلت لقد ادويت على الصالير الطائح بل 3500 درهن و ل 3000 درهن لا يمكنك تفتح بيتي لذا كان يسهلوا على الحرام و يصعبوا على الحلال هذا هو الممتغة الممتغة من الليف هدرت على الكثير من المواضيع هدرت على التجنيد الإجباري هدرت على تعليم التعقد هدرت على الكثير من المواضيع هدرت على الضياع لذلك يا ولاد الشعب احنا شعب واحد مشاكلنا واحدة خاص الفوارق التي كانت بناتنا الدوب احنا قدرنا اختلاف اللون لماذا نقصعه بعضياتنا انا اليوم احضرت على الانسانية اللي مبقاتش فينا كشعب على الآن التغيير سيكون مني هذا منتوج مثلا هذا منتوج اليوم يتباع لم يكن من المسؤول هو يهضر لي على حقي لأن الخوط الكرش لا تفكر في الكرش إلى اليوم انا كانت عندي تسعة دراهم في جيبي لانتوجه لا تفكر في المنتوج لانتوجه لانتوجه الفقارات لا تفكر في المنتوج لانه في أوروبا يجب ان يجب ان يجب اربعة ريال تزاد في هذا المنتوج يضع ويضع ويضع هذا ما انطلاقا من المبادئ ومن العقل لا تفكر انطلاقا من نفسهم لا تفكر هذا المنتوج يتزاد فيه لأنه لديه قدرة شرائية ولكن لا لديه قدرة شرائية لذلك نريد أن نحارب الفساد سيبدأ انطلاقا من نفسهم لا نريد أن يكون هذا المنتوج غالي ستقاطع سحراء ستقاطع جميع المدن للمغرب كامل فالخوط يدخلوا عندي في الـ لايف أنا اليوم أنا إنسانة هيكلمة جدون لذلك قبل كل شيء أنا إنسانة والحمد لله اليوم 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 انا صوت الحق اليوم انا الشخص اللي باغي تغيير في وطنه اه كنشوف بان الهجرة حل الحل بزاب دي المشاكل ديالي و بزاب دي الشباب حالي ولكن راه هذا وطنه وفالله احنا مواليه هذا الوطن ديالنا باش نعيش فيه مزيان خسن نبدل وننغيره من نفسنا ماش نكون دايز في الزنقة وتبليه شي درياء او شي شي حاجه شي منظر انا ما عجبتوش غنقول اعزكم الله شي كلام قبيح غنقول الله شي كلام نابي خاصكم تعرفوا بان سبب الرئيس لمو الجمع والاخل لا تخرج في ذيك الحالة حيتاش كن كن لو كان واحد فينا انا ولا انت ولا اخر ولا انخرا جات عند ذيك السيدة وتسمعت لها وتصنتت لها وقدرت ظروفها وعاوناتها وقدمنا يد المساعدة لبعضياتنا كانت يوم هي غتكون عندها أسرة وعيشها باخير وعندها وظيفتها ما غنحتاجوش حنا نشوف وفدك المنظر فكفاكم امتقادا الخوط اللي كيقولوا لي اليوم واش انتي بغا تزوجي ولك يدخلوك يسولوني اه سيد انا رمشي ملقيش اللي تزوج بيا انا مقدرة كلام ديالكم لانكم جيتوا ودقيتوا في الباب وقدرتوا معايا بواحد الاسلوب ليزوين واسلوب مقبول محترم وفنطاق الحالان ولكنا اخذكم تعرفوا انا ركاختكم المغربية ضررني الحال ومعجبنيش الحال فكيقول لكم الله سبحانه وتعالى اذا شتوا منكر غيروا اضعف الايمان بقلوبكم فالسنتكم المهم لما قدرت ابسط الايمان هادروا ابسط الايمان هادروا فما تسولونيش على اصلي انا مغربية وانسانا قبل كل شيء انا انا الصحراوية انا الريفية انا السطاتية انا البيضاوية انا الامازيغية انا المغرب انا هاد الوطن فعافكم متسولونيش احنا مغنصنوش من اهل المسؤولين احنا كنا نناديوهم كنوجهوا يمنيداء على حقنا بغينا حقنا ما بغيناش الفوتات ما بغيناش صداقة بغينا الحق دينا المشروع فهاد الوطن فقط لكن هذا الشي الظواهر اللي كنشوفها كنتعايش في المجتمع كنشوفه فقير تيسعة في الزنقة فاذا احنا مغنقولوش كترتو فقراء مثلا الساعية كتر في الزنقة مغنقولوه علاش خاصنا ما نقولوه هاش لانا ماشي حل ماشي وعنده داك السيد كل وكل واحد فيني ماشي عندك سيد ويعرف دوروفو ويساعدو ويوفر لي خدمة اغدا ما غنلقاش انا تمها في الزنقة اغدا ما غنشوفش انا منظر ما غي يجبنيش علاش نقصيو بعضياتنا احنا انسان كيفي كيفك كيف لاخور كيف لاخور كيف لاخور كيف لاخور كيف لاخور يقول الله سبحنا وتعالى انا ما كنفضلكتش واحد على شي واحد الا بالتقوى فخيركم اتقاكم فهذا الشي اللي بغي تموصل لكم اليوم ما نقصيوش بعضياتنا الانسانية نعادمت علاش نعادمت فينا كيبقى مصارنا واحد اخر المطاف تراب فبني وعلي زيد وخلي فما تقولش لي انا واعلاش وانا ما مسنيش الضر غدا لما مسكش الضر غي يمس سلالة ديالك خاص تكون عندنا غيره في الداخل اه انا هضرت على موضوع ديال الزواج الاسباب الاشيماية والاقتصادية اللي كيتعرض ليها الشاب فينا باش ما كيقدرش يكفي حياته لكن هالزواج ماشي حل للمشاكل لانا غتزيد تكبر المسئولية مادام احنا ما قدرناش نغيره من نفسنا فما غامشيش انا غنتخبه وراء الزواج الزواج نفكروا فيه من جميع الجوانب الزواج نفكروا فيه افاكم من جميع الجوانب اتشي علش كنهضر اليوم الناس اللي كتقول ليها علش درتي الفيديو غنقول لكم اليوم انا علش درت الفيديو انا الفيديو اللي درته من اجل التوعية هو التواوي تقديم يد المساعدة لبعضياتنا مرحبا ولكن انا اليوم ارا مجيتش نسعى مجيتش نطلب الصدقة انا استجديت عقولكم استجديت وعيكم ولم استجدي جلوبكم انا لم استجدي جلوبكم وحاشى لله ان امد يدي الكفاف والعفاف والغنى عن الناس ودائما ما اقول خالقي ورازقي اليوم نكونوا غير انسانيين لتعاوننا مع بعضنا البعض وكنا ايد وحدة فغنقدروا نشوفوا المشتمع دينا مصدهر بحالباقي المشتمعات علش نمتلو على بعضنا البعض فكفانا تمتيل ما نمتلوش انا مبغيتش نعيش في ضل في ضل بعد فئة من المشتمع المنافقة ما نهضرش في الناس ما عجبنيش منكر نغيره ما عجبنيش منكر نحاول ما قدرتش ببحدي نستجدي المساعدة دينا نستطيع ان نغيره كي نقصي انسان بحاله من الانسانية ونقصيه من المشتمع كتعرف ما يدعى بالروسيكلاج او اعادة تدوير او اعادة تدوير مثلا البلاستيك الورق و الى ما غير ذلك فخصنا نساعد بعضياتنا لاعادة مندماج المشتمع ما انصف اختار بعضياتنا نرى واحد من الش المال داري شمكار نرى داري الانسان فعل وحشية فعل وحشية فعل انتقاداتنا نظرتنا عيننا خيبة هادرتنا خيبة لساننا جارح فعافكم عافكم انغيروا من نفسنا لا نقصيو بعضياتنا من المشتمع نحن عرب والعرب الله سبحانه وتعالى أعزهم بدين الإسلام نحن ماشي مقدسين وماشي أنبياء وماشي قديسين وماشي ملائكة كل بني آدم خطأ وخيرون خطأون توابون فماش نتاقد بضياتنا إنسان تطلق ولا إنسان تطلقات نحن ما عارفينش نري مطلقة أول ما كنشوف مطلقة كنمشيون هجموا عليها باش نستغلوها باش نفرغوا المكبوتات كنشوفوا إنسان مطلق نقولي أنت إنسان فاشل كنحكموا علي بالفاشل ونحن ما عارفينش الضروف اللي خلاتوا يتطلق كنشوفوا إنسان معاق كنضحكوا عليه واشو كيدير راه اليوم فييا وغدافك وغداف الآخر وغداف الآخر فمنبقاوش إحنا كنشوفوا منكر ونبقاو ساكتين عليه فقط نتاقدو أنا اللي كنشوفوا كين ساقد كنحساقروا لأن لك انتقاد بناء مرحبا ولكن لك انتقاد جارح وغايزيد فتعمق ذلك الجرح فخيروا لك عافك سكت قل خيرا أو فاسمت قل خيرا أو فاسمت فما تبقاوش سول عليا أنا منين أنا وحدة منكم مغربية وحدة منكم فأنا قتلكم أنا المغربية والصحراوية والطانجاوية والبيضاوية والسطاتية أنا كنبقا إنسانة مغربية يعني بنت هذا الوطن أهم حاجة والأهم أنني إنسانة لا قدرنا نساعد بعضياتنا مرحبا كنابي أنا رغم الظروف ورغم أنما سمحت لي أنني أكمل ذلك الشي اللي بغيت لكني أحاول لكني الحمد لله ما كنبعتش كلما تسنت للفرصات من دي العبادات دي الحمد لله لأكمل الوجه كنمشي نقرأ كتوبة الحمد لله دبرة ولا تكنولوجيا ولا التليفون ولا بزف دي الحويج فعلاش الإنسان ما يهدبش نفسه ما يرقاش بنفسه ما يرقاش بسلوكه فما نبغى 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 على واحد الشخص ولا على واحد الإنسان ولا نجي نقصيه علش نقصيه سدر بيوك يسامح الله سبحانه وتعالى الخالق عباد الله الخالق يسامح الخالق الخالق يطير الإنسان فرصة جديدة في العيش في العيش ونجي أنا ونقول وذك بناد وورا دار ودار وكرم ورجعوه وننبشولي في حياته عباد الله علش نقصيه بعضياتنا منضحكوش على المنعقين منضحكوش على الناس اللي خرجوا للطراق منضحكوش على انسان ليوم وشمور منضحكوش رأى الانسان مو بتل وما دمنه في الدنيا انسان مغى Drink مغى ينجاش ما دمن NP في الدنيا أي حاجة متعرضي لها فعافكم ارتقوا عافكم ارتقوا رأى المنكر ارغى نغيروه ابتداء من نفسنا ابتداء من نفسنا من المنتج الذي يرى الغالي نعيشه انا وانت ولا اخر . لا أحد قدرة شرائية لانشريه لا سوف تكون لديك قدرة شرائية لا سوف تتخاب الانتخابات لا تكون ببيع الصوت ب100 درهم كنت نرى الربح اللحظي هذا الربح الذي ستحقق لذلك الساعة لا نرى الماد البعيد لا نرى الى المدى البعيد يجب أن ترتيب على العواقب يجب أن يترتب على العواقب يجب أن نعاني الإنسان يجب أن يفكر فيها بحالك الإنسان يجب أن يفكر فيها بحالك و بالنسبة للزواج سوف نتطرق فيه الجانب مهم جدا أعافكم أنا هنا جيت لكي نوضح بعض الأمور الزواج سوف نتزوج بإنسان سوف نقدرها هذيك الإنسان سوف تخلقها لكي أدي رسالة في الحياة كيف أنت أحلمتي و طمحتي و أريد أن تقرأ مثلا مشاريعك أريد أن تقرأ رسالة المقدسة في الحياة هي أنها تزوج أسرة عف نفسها في البيت وهذا الشيء أكره على رأسي و عيني هذي رسولنا الله في الأرض طبعا ولكن ذيك الإنسانة فهموا بأن الزوجة رأى عندها الحقوق ديالها حتى هي الزوج يمدلية المساعدة علش ما تقراش علش ما تديرش بزاف ذي الحاجات و ذيك الساعة ما بغاش تخدم يكون بها فقط علش الله تقدر هي المساعدة تعاونوا في مشاريعه في أفكاره فهذا تعاونوا حيث المرأة إلا ما رقتش بنفسها و إلا ما قراتش و إلا ما تعلمتش فاشغة تقدمه لذلك الولاد أشغة تقدمه لذلك الزوج بالأحرى أنا اليوم نقول لكم عفاكم نكونوا على الأقل إنساني نحن نعاني الأمرين نعاني من الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي فما نزيدوش نخلي بعضياتنا نعاني وحتى من الجانب النفسي الجانب النفسي كي تساهم في المشامع وكي تساهم في الدولة حتى بعضنا البعض نظرة ديالنا لبعضنا البعض كي تساهم في كنادنا جانب نفسي محبط متعب مرهق تعافكم من ينشوفوا شي منكر من ينشوفوا شي حاجة ما نتاقضوش ما نتاقضوش بعضنا البعض حيثي أنا شفت بزاف ديال الأشياء مثلا شفت ناس مغاربة بغين يتزوجو بنصرانيات بأجنبيات مثلا لحسب الوراق فمن يكي بغيو يتزوج بيع الحسب مصلحتو مكيسولش حلف عمراء مكيسولش شفية وشفيت في الزواج مكيسولش شفية وشوشوشوشوش بزاف ديال الأسئلة بغيت نقول لكم ما تكونوش منافقين شوفوا في الإنسان إنسانيته قبل كل شي شوفوا في الإنسان ذاته قبل كل شي الإنسانية دياله قبل كل شي شوفوا فيه إنسانيته خارج الطرق خارج الطرق خارجنا نقود داوين عليه خارجنا نداويه إحنا خاصنا نرموا ما يجبوا ترميمه لأننا مغاند أهل مسؤولين إحنا طالبنا بحقوقنا ولازلنا 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 لكن أول حاجة قلت ليكم راح نليوصلنا الدق خاصنا نتساعدوا مع بعضياتنا خاصنا نتوحدوا خاصنا إيوه فكون كل واحد فينك يشوفشي منكر وما عندوش مثلا الفلوس يقدر يقادوا معنويا فأستسمحكم الآن وشكرا جزيلا على حسن الإنسات التليفون ديالي سالة له لصارج وتحياتي لولاد الشعب وأنا دائما ما أعرف نفسي بكوني إنسانة أنا المغربية أنا الإنسانة أنا الحرة أنا أمثل جميع المدن أنا المغربية الصحراوية الطنجوية البيضاوية الأمازيغية عاشوا للشاب